حنان مطوع مسائل فل مسائل هنة على عيونك يا منال يا جميلة يا اللي مكسرة الدنيا الحمد لله يعني ألف حمد وشكر بس أنت رومانسية وحالمة عاطفية خالص عصفير عصفير كوبايتين لامون طبعا كلاسيكية جدا طيب دور رمزي بقى الشخص اللي سلم نفسه للفكر المتطرف شفتي حاجة زي كده شفتي نموذج في الحياة زي كده ما قربتش من النمازج دي بس مين فينا ما كانش فيه في عمرت وحد فجأة سلك المنهج ده واختفى أو في الحي بتاعه أو في النادي أو في المدرسة مين يعني أكيد اتكعب لنا في حد زي دي بس ما قعدتش معاه وطرحنا أفكار واستضمنا بس شفت أنه المال بس اتغير وفجأة اختفى يعني بدل ما كان بيتبس مثلا بنترون وشميز بقى بيتبس جربية أصننا فاكرة في مرحلة كده بس إيه اللي يخلي شخص متعلم ومثقف وشاعر كمان فنان يعني مش يتحول فجأة لمتطرف وإرهابي وقاتل إيه اللي ممكن يغير في شخصيته التغيير الجزري ده؟ العقيدة لما تبدأ يتلعبي في أهم حاجة في استوابط بتاعت البني أدميين اللي هي العقيدة وتلعبي فيها من منطق المغلوط فيبقى هو بيدافع عن الحق من وجهة نظره وبيكسب أخرته ده غير إن هو كمان كان عنده من صغره رمزي حلم الخلافة حلم الزعامة فلما يجتمع حلم الزعامة معه كمان إن هو ده الحق من وجهة نظره لأ ده برقبته بقى يدفع عنه برقبته ومتهيق لي هو ده اللي ممكن يخلي البني أدميين تتغير للأسف بيغسروا دماغهم بعقيدة خاطئة طبعا وبيأثروا عليهم ومن سن صغير زي ما رمزه اللي كان المدرس بتاعه اللي كان بيقعد يقوله ما تصليش وراء أبوك حرام ومنه هو سن صغير صح طبعا دلوقتي لسه بتقولي على أستاذ نبيل حلفاوي عم حسن طبعا دوره عظيم طبعا وخطير كالعادة يعني ما حدش يقدر يتكلم بس فيه ناس تكلمت وقالت إن كان فيه رسايل مباشرة كتير قوي أنت معا إن الرسايل لازم تكون مباشرة بالمنظر ده لا أنا دايما ميالة للفن المستتر تحت الجلد المعنى الحدق يفهم لكن خلي بالك أنه القوى النعمة ليها دور مهم بالذات في الفترات المفصلية زي اللي احنا فيها بالذات في المجتمعات اللي ممكن تكون متكابلة زي يعني أو فيه خلط ما بين مفاهيم كتير بتسمعيه من خلال شيخ مستنير بتسمعيه من خلال الردود يعني الإجابات بتجيلك من خلال شيخ مستنير بتجيلك من خلال برامج متفتحة واستضافة ناس بتفهم بس الأقوى تأثير لما يجيلك من خلال شخصيات تتعاطفي معها من خلال 10 حلقات 15 حلقة 30 حلقة تتوحدي معها تحسي إن ده شبه أبوكي ده شبه أخوكي دي شبه صحبتك ساعتها بتتبني الأفكار بتاعتهم كأنها بتاعتك أو بتدخل بصاروخ جوه قلبك وعقلك فأعتقد إنه ده أحد الأدوار التنويرية بس أنا ما بحبش ده يعني أنا مش ما بحبهوش بفضل ستايل تاني بس مدركة إن ده مهم وضروري في المرحلة دي إيه اللي بعد القاهرة كابل لإنه خذ بالك دي راتي في مرحلة يعني حقق نجاح كبير قوي فأكيد أكيد الخطوة اللي بعده هتكون يعني بحذر والله أنا طول الوقت عندي الحذر ده مش محتاجة القاهرة كابل أنا طول الوقت خايفة ومحتردة قال أنا شوفي أنا مش مغامرة في الأفكار يعني أعزي مغامرة في الأفكار يعني عايزة طول الوقت أعمل حاجات مختلفة جديدة متنوعة صادمة بس إيه هي بقى الحاجات دي تلاقيني وقع جوا نفسي ومرتبكة وعايزة أقدم أحسن حاجة ومحترمة الناس وعايزة أدخلهم وأنا مقدمة جديد وأحاول أبقى أدل المسئولية والطموح اللي هما بيطمحوا فيه في حاجة بعد القاهرة كابل ولا لسه مش مستقرة على حاجة معينة؟ أنا عندي ورد مسلسل ورد ده كان مفروض أنه أول بطولة 30 حلقة بس هو توقف لمشاكل عند المنتج مشاكل إنتاجية شخصية عنده بس أنا ما عرفش هل دي حتتحل ولا لأ هل هو هنستكمله ولا لأ دي أول بطولة اللي حنان مطاومة أنا عملت 45 بنت الأبايل وعملت 10 حلقات أمل حياتي اللي جبتي منه لحاجات لكن دول 30 حلقة آه ده كان 30 طيب بس نأمل أن أنت يدخل لي قريب بقى نأمل نشوفك على طولة على الشاشة حبيبتي يا رب انت الله طيب هرجع لورا شوية عايزة كتقري الخبر ده أيوة أنت والأخبار بقى لم أدرك أهميت والدي إلا بعد وفاته وكنت غاضبة من عدم تكريمه أنا استوقفني قوي العنوان ده أو التصريح ده إزاي يعني إزاي أنت ما أدركتيش أهمية والدك وهو موجود فأنا عايزةكي بس تشرحيلي فهو مبدئيا أنا مش عارفة أنا قلت نص الكلام ده خلي بالك برضو أنك ممكن تقولي معنى بس بيصاغ بشكل صادم لا أنا مدركة أهمية بابا بس خلي بالك بابا مات وانا عندي 18 سنة فأنا أو آه 18 تقريبا فأنا كنت صغيرة أنا عارفة أنه حاجة مهمة بس أنا أصلا إدراكي ما كانش مكتمل علشان أدرك مين المهم ومين اللي مش مهم هو مهم بالنسبالي أنا يعني هو بالنسبالي بابا أو الراجل في حياتي أحب الراجل في حياتي عارفة أنه مشهور عارفة أنه محبوب لكن لنا مدركة قيمة الفن قوي ولا الثقافة قوي عشان أشوف بابا أقدر أقيم حجمه كقيمة فنية بدأتي بقى تدريكي دائم بعد ما كبرت كل لحظة بكبر فيها كل لحظة بفهم فيها بكتشف قد ايه هو كان عملاقة الله يرحمه طبعا 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 طيب إحنا بقى كل ديوفنا في يوم ليك لازم يدخلوا تحدي أول تحدي ليكي نعم لقى بحاجاتي بتحبيها اللغة العربية أوكي طب فريدي بقى غلطت وشكلي بقى قدام بص يا وأنا أساسا وأنا بحضر اللي هو ينهاري طب هتعرف ده من أولا مش عارفة بس حنشوف بقى أنت أكيد حضرتي بقى لشخصية منال لغة العربية وزاكرتي وحضرتي قول يا سامة قول يا سامة جايبين لك حاجات منها أي منها حاوية خلاص شوفي بقى حقولك الكلمة وأنت تقديلي معناها حاولي بس لو معرفتيش أنا بصراحة حبقى مقدرة تماما انت مقدرة حبيبتي ممكن الناس متقدرش طيب العفنجج لأ شوفتي بقى إيه لحظة إن كلام الجار مين؟ العفنجج نعم الأحمق 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 أه شوفتي بقى؟ الأحمق يعني لا هو العفنجج والله؟ يعني الأحمق ده أنا كنت لسه هاشرح لك الأحمق كنت لسه هاشرح لك الأحمق مال إيه؟ ما ديشي ليش هاشرحتي أنا بقول نمشي أحسن طب أقولك كلمة تانية؟ قولي يا حبيبتي لسه إحنا بصي أنا مختلالك خمسة أعرفي واحدة أنت ستتجلعي النهاردة بمعلومة رهيبة في الخمس كلمات دون والناس ستتجلع بمعلومة أهمة أن أنا مش فهم حاجة الجعصوس خاف الله خاف الله طيب اللقيم الجعصوس هو اللقيم؟ الجعصوس يعني اللقيم آه بصي شو فيه ممروش عليك بكي ممروش عليكي طيب الكاشد نعم؟ الكاشد الكاشد؟ آه أنا شكل تشالينج أنا عاملان نفتي وأنا أنا أرد والله أنا رأي سأقفلك لا ده تحضير على فكرة يعني أنا لو ما حضرتكش مكنتش حرفكم الكاشد ده اللي بيشتغل كتير عشان ولاده ربنا عين الناس كلنا آه بالزبط خلينا أنا أطب طب قولي يا حيوتي الرابعة خلاص أنا لم أحكمل لك هدخل على التشالينج التاني حبيبتي الغالية خلاص؟ خلاص؟ التشالينج التاني بقى أنا هقولك في ملعابة بقى المسرح هقولك على إيه؟ ببنك ببنكي برده؟ آه طب مش هستعمل لك هقولك كلمات من مسرحيات وانت تقوليلي دي مسرحيات إيه؟ آه مسرحيات مشهورة والله خط بال يلا مسعودا عايز فلوس وأنا كمان آه المتزوجون مية مية أوكي كده صحيح أوكي يقوم ابنك إنتا يضحك علي ويباع لي البتاع ده وهو بيقولي إن هو ده أصلاً إيش بطيخ؟ ما تقوليي حاجة تانية من نفس المسرحة يا لو سمعت؟ دي مسرحة مشهورة قوي بجد؟ آه إيه؟ الزعيم عاد الإمام، سعيد صالح، أحمد زكي مدرسة مشخبين؟ أيوة بجد؟ أيوة ماليش أيوة ماليش لا ده كان فيها إفهات محفوظة أكثر من دي طب إيه ندخل على حاجة تانية ده المسرحات كلها مش عارفاها لا أنا عارفا لم تتزوجون؟ والله هو عارفا مدرسة مشخبين؟ بس أوليه حاجة من المشهور طب بصي دي أنت الكلب الكبير، أنت نعك وحصاً لا سيدتي الجميلة لا سيدتي الجميلة يلا طيب كده تمام أيوة تسييف جامد ومشي بالطاقة ليه؟ ما نقستك منه فيه؟ آه ده سعيد صالح، الله يرحمه، سيد صالح قستك منه فيه، وسيد صالح كانت إيه؟ كانت أبيض وسود هم؟ هل هو شلبي؟ أوكي، يلا خلاص أنا برافو علي بصراحة حنان طبعاً كل الناس عارفة أنت والدك الفنان الراحل العملاق العظيم كرم مطاوع والدتك طبعاً الفنانة الكبيرة العظيمة صوهير المرشدي والاتنين من عمالقة المسرح طبعاً كان فيه بينهم خلافات وقدت الانفصال وانت صغير أنت كنت قاعدة مع مين بقى فيه؟ ماما طبعاً كنت قاعدة مع ماما طبعاً طبعاً دي على طول بعد ماما يعني مش حاسبها لوحدها أكيد أكيد أنا اكتشفت أن أنت فيك حتة من منالة هو طاك على طول في الخلافات دي كنت قاعدة مع مامتك هل أثر دعل علاقتك بوالدك؟ والله أنت فتسأليني أسئلة من العهد البائد صحيق لا بس لو 18 سنة أو 19 سنة فأنت كنت قابل كمان كنت قابل بس وسي كل اللي أقدر أقولهولك يعني بغض النظر أنا كنت حاسة بإيه وقتها لأنه أنت عارفة احنا كل شوية بنتشكل وكل مواعيك بيكتمل بتشوفي حاجة مختلفة بتشوفيها من وجهة نظر مختلفة أندج، أندج وأحكم وأرحم أنا دلوقتي مش فاكرة حاجة يعني فيه فلاشز بتعدي علي حاجات كتيرة عدت علي حلوة ووحشة ما بفتكرهاش بس بشكر ربنا أنها عدت علي لأن هي اللي صاغة البني أدمى اللي موجودة دلوقتي بحلوها ووحشة يعني بإيجابياتها وسلبياتها بس كل اللي أقدر أقولهولك أنه أن أنا زي ما قلت كده أن أنا مكنتش مدركة أهمية بابا وقتها لأن الدراكي مكنش مكتمل أنا دلوقتي متصلحة مع كل حاجة عدت في حياتي في حقيقي أنا مش فاكرة دروبات يعني أنت مش فاكرة ساعة ما انفصلوا مش فاكرة ساعة ما والدك تجوز حد تاني المرحلة دي بالنسبة لك بس مش عارفة أقولها لك إزاي لما بتخلصي من حاجة والتعويرة بتاعتها بتندمل أو بتشوفيها عادي ما بتأثرش بقى خلاص بالعكس بتشوفي الإيجابيات بتبقي متصلحة مع كل حاجة حصلت وبتقولي الحمد لله لأن دي خلتني أقوى أنضج أرحم بتترحمي على بترحم على أبوي أكتر بحس بقيمة ماما أكتر بحس ببابا ودوافعوا كلها بقيت متصلحة مع كل حاجة لما بتيجي تسأليني وقت الألم بيبقى الإجابة مختلفة عن وقت التعافي من الحكاية خلصت منها يعني متصلحة مع كل حاجة فيها راضية بيها أنت فاهماني قضي إيه؟ آه طبعا أكيد طب علاقتك إيه بإخواتك؟ أنت عندك إخوات قد إيه؟ عندي عادل وكريم من بابا عايشين برا مصر هم أجانب مثل مصريين أجانب بحق بس باللغة الأجنبية مع بعض مش باللغة العربية مش ناطقين بالعربي خالص هم تابوا مصر يعني هم طلعينا وانت مصرية بالزبط فيه اتصال على طول؟ مع عادل يعني هم طوأم بس عادل أكبر بكم دقيقة لأنه هو اللي بيكلم إنجليزي ففيه لغة تواصل بنا لكن كريم بيكلم إيطالي وأنا بكلم عربي لما شفته زمان كنا بنكلم بلغة الإشارة هبة هبة يا ربنا ربنا يخليكم بعض الأستاذة سهير المرشدي أنت شايفة إن هي أخدت حقها؟ كممثلة؟ نعم 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 بسي أنا مؤمنة إنه مجتمعاتنا فيها النجم الفنان والنجم اللي مش فنان والفنان اللي مش نجم والفنان اللي نجم أنا أعتقد إنه إمكانيات ماما وموهبتها أكبر بكتير من الحقيقة بكتير حقيقة ليه هي قليلة الظهور؟ ليه مش بتظهر كتير؟ دلوقتي هي باستثناء طبعاً السنتين بتوع الكورونا اللي ما كلنا مش عارفين نظهر أساساً بس هي عزيزة قوي يعني هي دايماً تقولي أنا شبعت أنا شبعت من كل حاجة اللي خليني أنزل حافز جديد دور جديد خلي بالك إن السيستم كله اتغير فبقى يعني مفردات السيستم صعب علينا إحنا اللي لسه فيه فما بالك لما هي بتبعد أربع خمس سنين بترجع بيجي لها شك طبعاً المخرجين اتغيروا حتى تكنيك الكاميرات والتصوير اختلف نوع المتلقي وفكرة السوشيال ميديا وفكرة كل حاجة عاملالها شك وما بقاش فيه حاجة تصير شهيتها إنها ترجع طب قولي لي حنان دايماً بتقولك حنان خدي بالك من إيه؟ إيه اللي دايماً وراكي فيه تقولك خدي بالك خدي بالك؟ برضو كل مرحلة بيبقى ليها دلوقتي بقيت تقولي ما تخديش كل حاجة على قلبك قوي كشان أنا باخد كل حاجة بجد يعني بلعب بجد وبهزر بجد وبحب بجد وبتعب بجد يعني كل حاجة باخدها على قلبي بتقولك أنتي هتخلصي بدري بدري ما تخليش الأشياء تستهلكك قوي كده طيب أنتي لسه حالاً كنتي بتقولي فيه نجوم ومش موهوبين وفيه موهوبين ومش نجوم مظبوط طيب أنتي فأني تصنيم مش عارف يعني أتمنى أني أكون موهوبة لأني أنت موهوبة مية في المية مية في المية ما استلفناش على كده ومحدش يقدر يقلل من موهبة حنان نتعوى خالصي ممثلة فعلاً ليكي تعم خاص كده يا ربي حالسي ومتمكنة من أدوية تدي حقيقة يا رب يا رب يعني أبقى في مكانة ترديني وابقى أستحقها طيب أنت شايفة أن أنت وصلتي مكانة لأنت تستحقيها؟ بصراحة لا ما أعتقدش يعني أو بطمح فاس أكتر منك يمكن بطمح فأكتر منك حقك أن أنت تأخذي أكتر من كده الفترة الجاية حنان متاوى هتكون موجودة وبشدة إن شاء الله إن شاء الله على ضمانتي طيب في فيديو عيزاك تبصي عليه لو كان كرم اتوفى وهو معي أنا كان موت وأمي كانت ماتت وبنتي كانت ماتت إننا كلنا بنحبه بنعشقه كبرنا فده ده 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 لطف من عند ربنا إن تحصل تكة كده فيبقى يرحل بعيد عنك يعني زي ما يكون ربنا مهدلي الرحيلي ده أنا بحمد ربنا في الأول طبعا موجعة لأن كنتي إيه للسبب طب وشيء إيه الأسباب؟ أنا إيه نقصني إيه؟ لا مش نقصني إيه ممكن نقصه هو مش بالضرورة يكون نقصك أنت ممكن هو هشايف حاجة تانية ممكن أكون مرحلة بالنسباله ممكن ممكن حاجات كتيرة يعني تفاصيل كتيرة يعني أحب إن أنا أتكلم فيها وحتكلم فيها وعمل كتاب بهذا الحكاية ليه؟ لأنه أنت كتاب مفتوح لازم الناس تقرأ وتستفيد يعني أنا من حق الأجيال الجاية ولادي اللي بيتفرجوا علي وأحفادي اللي بيتفرجوا علي وصحابي وإخواتي من حقهم إنهم يعرفوا تجربة علشان قد تفيد إيه رأيك بقى في التلام؟ هي ماما يعني طبعا حد ناضج جدا وصلت لفلسفة تريحها تريحها ما بقولك أنت بعد ما بتخلصي من الألم أو بتخلصي من الحدث وبتكبري وبتخفي بتبدأي تشوفي حاجات ما كنتيش شايفاها فهي ده اللي خلصت شوفي الموضوع بشكل مختلف تماما وبشكل يريحها بشكل يخليها تقبل اللي حصل ويبقى عندها دافع أنها تكمل بروح تانية فأنا بحقيها أصلا أمي شخص شجاع طب أنا بس عايزة أسألك حاجة اللي حصل ده ما أصرش أنت على علاقاتك في حياتك لفترة أصرش لخبط بس أنا دايما بحب أذكر الإيجابيات ما بحبش أذكر السلبيات بس أنا مؤمنة أن الضربة التي لا تمتني تزدني قوة ودايما ما بشوفش أن الحكم على الأشياء في الفترة المرحلية أنا دايما بقول دايما فكرة فيه مسلسة كان اسمه اللؤة التاني أن كل مرة بتتقابلي مع حد أنت بتبقي في حالة وهو في حالة والشكل العلاقة بياخد منحنة تاني أنا بشوف أن رحلة البني أدم كده أنه لما بتسأليني وأنا لسه وقع حالا واخدل هضر ووقع أكيد هقولك أي أنا تعبانة أنا مكسوفة أنا موجوعة أنا متغازة حسيس كتير بعد شوية هقولك سدقين أنا تكعبلت سدقين مشكلة أن أنا كنت لابسة جزمة سدقين ما خدتش بالي بعد شوية هقوم بحكة أنت بتسألي في أنهي مرحلة وقتها حصل كل اللي أنت بتقولي عليه بس أنا حقيقة خلصة من كل الحاجات دي ودايما بحمد ربنا أنه عديت بكل اللي أنا عديت بيه عشان تبقي بني أدمى سرية أكتر أنا حد ما عنديش تجارب ما بروحش وباجي وبسافر مش التركيبة دي التركيبة بيتوتية 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 هدية فأنا خبراتي لجوة يعني عارفة المشرة الحاجات اللي بتوجع يعني خبرات فيها ألام وفيها فراء وفيها ناس بتموت يعني الحاجات الضخمة دي بس دي بتصيغ بني أدمى يعني لما تيجي تفلسفيها وتبقي متدايق أو يعني قريبة من أو بتحاولي تبقي قريبة من ربنا يعني وتحاولي تشوفي الدنيا برؤية فلسفية أكتر بتحمدي ربنا وبتقولي لقد خلقنا الإنسانة في كبد والحمد لله أنا عديت بالمواقف دي علشان أقدر أعبر الفنان دا في الآخر هو قدرة على التعبير بتحسي جزء منها بيبقى جزء خيال وإبداع بس جزء بتبقى خبرة حسيتي بالواجع دا مش لازم نوع الواجع دا بس حسيتي بواجع غائر بردو بوقع جمدة واعتيها وقدرتي تقومي بتخليكي بني أدمى أرحم أنا ليه بس أالك السؤال دا علشان أي حد بيتفرج علينا وبيمر بتجربة مشابهة لازم يعرف إن قد إيه لازم يكون قوي قد إيه لازم يتغلب على أي إصعاب إزاي عدي الفترة وبعد كده حيشوف إن دا مرحلة وعدت وتعفينا وبقينا كويسين جدا بوسيا سامر في نوع أفلام أنا بحبه قوي إنك بتشوفي الفيلم من أكتر من وجهة ناصر يعني كان فيه فيلم أجنبي مش فاكرة اسمه بتشوفي من وجهة نظر البطن فأنت شايفة الدنيا من دربكة شايفة إن مراته خانته وأمه تخلت عنه وأبوه عمله إيه والدنيا عملته إيه كات بتعيدي نفس المشاهد هي هيها بس من وجهة نظر أمه شوفي وجهة نظر تانية خالص كات بتعيدي الفيلم هو هواء بنفس المشاهد من وجهة نظر الأب هي الحياة كده أنت طول ما أنت متبنية أنا متبنية وجهة نظري أنا بس مش قادرة أوسع أفقي وأشوف وجهة نظر اللي قدامي كان إيه؟ أحضر طول الوقت شايف أن أنا موجوعة ومتخانة ومضروبة ومتقلمة لما بعد شوية طب اللي قدامي عمل كده لي دوافع وإيه؟ أمراض وإيه؟ واجع وإيه؟ ضعف وإيه؟ يعني لازم نتمثل عزر الأخرين ولازم نسامح ونتقبل بالضبط نتقبل نتقبل حنان بتخافي من إيه؟ ومتقولينيش ما بقتش خاف وكت بخاف يعني قوليني حاف خلاصيني لا 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 بخاف لا إزاي بخاف من من الزمن بخاف من الندم ما بحبوش عشان كده دايما بحاول أتأنف بخاف من فقداني اللي بحبوهم عبد الشر علي مخايفة من الزمن في إيه؟ تبقي مش مستعدة لحاجات تبقي سرقتي ما حستيش بي ما عملتيش حساب حاجات فتردتلك يعني دايما بشوف أمثال كده في الحوالي بقولي يا رب الواحد ما يبقى كده انت أغتيبالك بالا ما بتشوفي اللي حواليكي دايما أنا مؤمنة أصلي قوي بدين تدين قوي طبعا طبعا دايما كل ما بعمل حاجة بقول موسيقى